كوزيس في أكيوت لوكيميا نظر نتكلم على الأسباب في أكيوت لوكيميا فنقول الأسباب تحت أكيوت لوكيميا ممكن تكون انفيرومنتل يعني حاجة جاية من بر الجسم جاية من البيئة بتاعتنا اللي عايشين فيها مثلاً لو نسبة عالية من الإشعاع الأشعاع المنتشرة هناك حوادث مشهورة في التاريخ زي مثلاً انفجارات اللي حصلت المفاعلات اللي حصلت دي تعتبر إشعاع هيروشيميا وناجزاكي في اليابان طيب وبردو الأشعاع دي موجودة في حاجات كده في حياتنا العملية استخدام اللي هي الأجهزة اللي بتشعع مواد مشاععة ممكن نقول دي والناس اللي تشتغل في المساشريات في أقسام الأشعع كل الحاجات دي نعتبرها ولازم ناخد احتلاطاتنا عشان نتفادى حدوث اللي كيميا عندنا التوكسن اكسبوجر التعرض للسموم وده بيتم من خلال الأكل والمواد الحافظة اللي تبقى محطوطة في الحاجات اللي هي المعلبة المحفوظة مواد كيميائية ممكن مواد كيميائية زي ما حندرس بالزبط البنزين والموبادات الحشرية دي كلها وحاجات كتيرة جدا الدراجز برضو ممكن نعتبرها مع الكيميكالز يعني الأدوية والحاجات دي ممكن الميكروبات والحاجات دي ممكن تأثر كحاجة جاية من الخير طيب الانفيرومنت اللي في حد ذاتها لوحدها غير كافية انها ممكن تؤدي إلى كيميائية لابد يكون معها تغيير في الجينات الجينات اللي هي موجودة في النيوكراس بتاعتنا على الدين الدين ايه اللي هو بيتشكل زي ما شايفين كده ده الدين ايه اهوت اللي هو موجود داخل النيوكلس في شكل كروماتين حاجة بنوع عليها الكروماتين وبيتشكل برضو في شكل كروموزوم والجينات موجودة في أي منطقة من المناطق ديت في الجينات أي لخبطة في الجينات ممكن التفراط اللي بتحصل ديه وتؤدي إلى لوكيمي يبقى انا في عندي عوامل عندي انفيرومنتل اتكلمنا عليها بالتفصيل وعندي جيناتكس يعني اتدينا نتكلم عليها ولسه هنتكلم تاني كتير عليها لانها نقطة مهمة جدا في الاكيوت لوكيمي وتعتبر هي يعني اللي بتخلي الانفيرومنتل سبب لنا لوكيمي لما فيه ناس كتير قوي تتعرض للإشعاع والتعرض للتوكسنز والكيميكال والإنفكشن ولكن بدون ما يحصل لوكيميا ليه لان ما حصلش الخطوة المهمة اللي هي قطوة طيب الحاجة التالتة اللي عايز اذكرها ودي حاجة مهمة جدا الاختيارات الشخصية individual choices او بيقول عليها lifestyle lifestyle دي نقطة مهمة جدا يا جماعة انت اخترت لنفسك ايه انت اخترت اخترت تعمل رياضة ولا اخترت انك انت تفضل قاعد اخترت ان انت تاكل اكل نضيف وكويس وصحي ولا اخترت ان انت تاكل اكل ايه غير صحي اخترت الحياة lifestyle اختياراتك practice انت بتمارس ايه في يومك النشاط اللي انت بتمارسه بيحدد فعلا ايه الامراض اللي ممكن تصاب بيها ممكن تصاب بعد كده زي ما قلت لك بالسمنة ممكن تصاب بعد كده بالسكر ممكن تصاب بالضغط ممكن تصاب كده ليه لان اختياري الشخصي ادى الى ان هو بيشارك في حدوث المرض طبعا بالنسبة للموضوع الاكيوت لكيميا فاحنا بنقول اختيراتنا الشخصية احنا بنتعرض مثلا لمولات الحشرية بنتعرض للاشعة استخدام الجوالات فترات طويلة بدون سماعات القعد على الاجهزة القرب حالي دي الاكل المواد الحافظة chemicals النظافة الشخصية مفيش نظافة الممارسة بتاعتي اليومية كلها ممارسة خاطئة unhealth يبا احنا عايزين نتعلم education كويس عشان نتفادى قروس الاكيوت لكيميا ترجمة نانسي قنقر